فكريتنا النهاردة بسيطة جدا جدا وطلبة منكم ان بنزل له فيديوهات باستمرار دعم كده بلايك واشتراك ومشاهدة كاملة عشان افطل كده تشجعوني ونزل فيديوهات ورا بعضها وافكار حلوة تعجبكم باذن الله زي ما انتو شايفين انا بقطع هنا فوم لاصق لونو اسود شراية رفيع قوي ونزبطها جدا وكمان عندي برطمان لازيز كده كبير بتاع نسكافيه او اي برطمان عندك من الوسط كده ابتدي اعمل زي ما انتو شايفين الزق الفوم بتاعي من تحت ابتدي اعمل انا عايز اعمل شكل الشجرة تمام وما تقلقوش خالص من اللاصق بتاع الفوم بتاعنا لانه قوي على فكرة حتى لو جيتوا تشلوه وسبتوه شوية ساعة او اتنين بيطلع بصعوبة وهوركوا تكنيك في يعني قدام شوية ازاي تسبتوه بزيادة امشوا معي بالخطوات بالزبط كده وشوفوا ايدي راحة فين وجاية منين عشان تقدروا تسبطوا الشجرة بتاعتنا هي من تحت بتبقى متفرقة زي ما انتو شايفين ومن النص ببقى مجمعاها كده في عمود زي اللي انتو شايفينه ومن فوق بقى طالع ايه كل فرع رايح في حتة وبستعمل طبعا القطر المشرة بتاع القطر ان انا اساوي كده الحروف بتاعتي وان انا كمان اقطع بيه بصوا كده الجزع اللي طالع من تحت ده والجزع اللي طالع من فوق بسيطة قوي ومش عايزة حد محترف ان يقدر يعملها يعني لو مشيتوا على الخطوات هتبدعوا كمان وتعملوا احلى مني واحسن مني وانتو شاطرين على فكرة بتوروني حاجات حلوة جدا بتنفذوها بجد من تحت ايديكو يعني وكمان نعمل شوية فرع من فوق ومن الجنب وفرع على فرع هتديكنا كده زي الايه الشجر حقيقية خلاص بعد ما خلصت الكسافة اللي انا عايزيها ابتدي بقى كل فرع من دول هزود له فرع تانية يعني كل فرع طالع منه فرع صغيرة التشكيل بتاع الفم جميل قوي وعملت بيه قبل كده حاجة رسمة على الحقد كديكور جميلة قوي انت هيقلي يعني انتو فاكرينها للناس اللي متابعيني كانت جميلة ورائعة قوي بالمشرة البدايات بنسويها عشان تطلع كده يعني ايه تطلع تمام وهنا برضو بزود زي ما انتو شايفين الكسافة من فوق يعني الموضوع ايه بالتقييم كده بشغلكو انتو وانتو شغالين نزود فين ونقلل فين وهنا عندي فون برضو لاسق لون واخضر ابتدي اقطع كده عايزة اعمل اورق شجر صغير واكبر شوية فاكبر شوية يعني هعمل بتاع 3 ا4 مقاسات وبعد كده وابتديت الازق الورق الشجر بتاعي عشوائي على فروع الشجر بتاعتي هتقولولي الشجر لونه اصود يعني ده فن يا جماعة وعلى حسب ما انتو بقى عايزين الالوان مش لازم الموضوع يبقى طبيعي قوي اه فعلا بيعملوا شجر على طبلهات لونه اصود ولونه احمر ولونه اخضر وكل الالوان يعني على حسب التشكيل ايه انت مققوا عايزين ايه وحبين ايه مش لازم تبقى شكل الطبيعة قوي وكده انا وزعت اورق الشجر بتاعتي وانا بقى عندي تعالوا وريكوا التكنيك اللي هيخليها بارزة كده وحلوة لكنها بقى عاملة زي العجين السراميك زي ما انتو شايفين عندي الاستنباط هنا بتاعت ورق الشجر كنت جايبا مجموعة دي من عند بتوع الحلويات هي زي مكبس كده انا يعني مجرد ما بسخر الفوم وانزل عليه بالشكل الطبيع اللي انا عايزاه بيدي التكسيرة دي انا عايزة ادي تكسيرة ورق الشجر وعايزة ادي التكسيرة اللي بتبقى العشوائية دي الحفر اللي بتبقى في الخشب وكمان نما بتحطي وتعرضوا كده الحرارة بتلزق وتكلبش اكتر على الازاز غير انها بتدينا الشكل وكمان من على الحروف كده بتدي ايه يعني بتدي كرفات كده بتدي انبعاكات كده مش عارفة اشرحها بس انتوا شايفين هوريكم كمان الجمال في الآخر بجد انا مكنت وانا شغالة في الشغلانة دي مكنتش عارفة انها هتطلع كده يعني ساعات ده اشتغل في حاجة ومش عارفة ما غيرت وديني فيها لغاية فيه بس بجد طلعت حلوة اقولولي برضو رأيكم حلوة من موجة نظري بإذن الله تعجبكم كده انا خلصت هوريكم في الآخر التجزيعة قوي عن قرب عايزين نعمل لها دراع فهنا سلك رباط عادي مجمعها كده متخناء وابتديت احط عليه وقدمج جواء الحبل التخين او السميك بالتكنيك الجميل ده ومن اخره ابتدي اجيب حلوة ارفع منه او خيوط ارفع منه وهلفها على اطرافها وسبع كده فيه شوية شرشيب من الحوال دي بواقي احبال وخيوط بس بهم دايما عندي فالبة او بوكس لان ببرميش حاجة كل الفضلات دي بنعيد استخدامها تاني وابتديت الفة على الحافة بتاعت البرتمان برضو سمك تاني من الحبل بتاعنا القطن كده انا استخدمت تلات سمكات يعني تلات احجام مختلفة وسبت تخلاص اليد بتاعتي بصوا لذيذة ازاي ومحكمة حطت شوية احجار من جوة على اساس بقى الشجرة طالعة من وسط احجار والكلام ده ومن تحت برضو عملت نفس التخينة اللي عملتها فوق في اليد بتاعت الحبل السميك ولقيت بقى ايه حسيت ان الحبل ضعيف شوي فعملت له قاعدة من قرطون النصبيين القوي برضو دي بواقي كانت عندي حطت لها استيكر عشان تبقى ضد المية لو تحطت على حاجة فيها مية فردا او حاجة ما يحصل لهاش اي ضرر ولفت عليها الاستيكر بتاعنا بالشكل والاسلوب ده وهلزقها من القاعدة بالشمع بتاعي وكده بنلزق القاعدة عشان تبقى ضمنين حماية الحبل اللي تحت وعملت كمان حبل تاني على الحرب بصوا بقى عن قرب كده شوفوا التجزعات اللي عملتها شكل ورق الشجر او الاستامبا ما عندكمش عملوا اي حاجة كده مخربشة او اي حتة بلاستيكة وسخنوا الفوم واطبعوها عليها لازم الفوم يسخن او بالمكوى حطينا القاستر اللي عملنا مع بعض بتاع ورق الشجر وبنشوف منظروا عليه وكمان القاستر ده انا بوريكم اشكال مختلفة نقدر يعني قدي اي شكل القاسترات جميلة ازاي جميلة ممكن تحت اي حاجة زي كده بصوا لذيذ ازاي كمان محكم تقيل الوانه جميلة هوريكم كمان في القضاءة دلوقتي عامل ازاي اتمنى ادعموكم بلايك واشتراك ومشاهدة كاملة عشان اقدر اواصل وقدم لكم كده افكار تانية حلوة كتير شجعوني كده ولايكات حلوة كتير ودي حاجات مختلفة نقدر ننور بيها البرطمان بتاعنا ممكن فرع الاضاءة ده بس ساعات فيه فرع بيبقى اصغر شوية او الشمع ببطارية او كمان ينفع الشمع الطبيعي شمعية حلوة كده وننورها تقعد معنا باستعاد وتدي الجو كده حلو بصوا جمال لذيذة شكل الشجرة المتفرغة لطالع من وراها الاضاءة رائع قوي وهنا انا بلعب هنا بقى مستوى الاضاءة انها بتطفي بتولع بسرعة او بالراحة او ثبتة جميل اوي برضو فرع النور ده في منه الورم وفي منه الابيض وفي منه الوين اتمنى يكون الفيديو بتاع النهار ده عجبكم اللايك بشكركم جدا علي وعلى كل دعمتكم الجميل ومشاهدتكم الكاملة ودخلوا تفرجوا على باقية الفوانيس اللي عملناها وحدة الاضاءة وكمان في حاجات تانية حلوة كتير او يتفيدكم على قناتي من اعادة تدوير والاشغال الهدوية كنتم مع قناة ابتكارات ميرا كل سنوانتو طيبين سلام